تعد معابر قطاع غزة التي تربطه بإسرائيل ومصر شريان حياة لسكان القطاع وللحركة التجارية فيه لكن الحال تحول رأساً على عقب وأغلقت المعابر في ضوء حرب غزة ولا يفتح بعضها إلا على فترات قليلة الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية وأهم هذه المعابر معبر رفح ويقع جنوب قطاع غزة مع الحدود المصرية ويستخدم لحركة الأفراد لكنه أصبح الآن متنفساً لسكان غزة الذين يتطلعون إلى المساعدات الخارجية لكن إسرائيل تعيق فتحه بشكل مستمر ومصر تؤكد أنها ليست مسؤولة عن إغلاقه أما معبر بيت حانون أو إيريز فهو يقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة حيث يفصل القطاع عن جنوب إسرائيل وخصص المعبر بشكل أساسي لتنقل المركبات والأفراد إلى داخل إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن وفيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم فيقع أقصى جنوب شرقي قطاع غزة على بعد حوالي أربعة كيلومترات إلى الغرب من رفح في نقطة التقاء الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل ويمثل المنفذ الأساسي لمرور البضائع بين إسرائيل وقطاع غزة وهناك معبر آخر يقع في شمال شرق قطاع غزة وهو معبر كارني المنطار المغلق منذ 13 عاماً وتطالب الأمم المتحدة بفتح هذا المعبر وكل معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات بكميات كبيرة إلى القطاع المحاصر وفي موازات تلك التعقيدات التي فرضتها الحرب تسعى واشنطن لإنشاء خط بحري لإيصال المساعدات إلى غزة انطلاقاً من قبرص في محاولة لتخفيف العبء الإنساني المتراكم من جراء نقص المساعدات وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث احتمالات استخدام السفن الحربية أو التجارية لنقل المساعدات بحراً مؤكدة أن الأمر سيكون معقداً من حيث تأمين موقع الرسو ترجمة نانسي قنقر